الحوار في القرآن الكريم قدم لنا القرآن الكريم نماذج كثيرة من الحوار منها ما دار بين الله عز وجل وملائكته في موضوع خلق آدم حيث قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون ما دار بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام والرجل الذي آتاه الله الملك إذ يقول سبحانه ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف نوشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير الحوار في السنة المطهرة واحد حين جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة حارت قريش وارتبكت وفكرت ودبرت وكان مما صنعت أنها أرسلت عتبة بن ربيعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يحادثه ويفاوضه ويغريه فقال له يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت من السلطة في العشيرة والمكان في النسب وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت جماعتهم وسفهت أحلامهم وعدت آلهتهم وكفرت به فيما مضى من آبائهم فاسمع مني أعرض عليك بعضها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل يا أبا الوليد أسمع فقال له عتبة ما قال حتى إذا فرغ قال له أوقت فرغت يا أبا الوليد قال نعم قال فاسمع مني قال أفعل فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو عليه من سورة فصلت حتى إذا انتهى إلى الآية موضع السجدة فيها سجد ثم قال لعتبة قد سمعت يا أبا الوليد فأنت وذلك فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بوجه غير الوجه الذي ذهب به وطلب عتبة إليهم أن يدعوا الرسول وشأنه فأبوا وقالوا له سحرك يا أبا الوليد بلسانه أخرجه الحاكم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه اثنان روى أبو أمامة أن غلاما شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا نبي الله أتأذن لي في الزنى فصاح الناس به فقال النبي صلى الله عليه وسلم قربوه أدن فدن حتى جلس بين يديه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتحبه لأمك قال لا جعلني الله في ذاك قال كذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم أتحبه لابنتك قال لا جعلني الله في ذاك قال كذلك الناس لا يحبونه لبناتهم أتحبه لأختك قال لا جعلني الله في ذاك قال كذلك الناس لا يحبونه لأخواتهم فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه فلم يكن شيء أبغض إليه من الزنا أخرجه الإمام أحمد في مسنده ترجمة نانسي قنقر ًا